اشتركوا في القناة يتاح لنا مثل هذا الحوار وخاصة بعد ما مررتم به في تونس وما مر به الجوار المحيط بتونس عندما كنا في لندن وكنا نتكلم عن الديمقراطية ونتطلع إلى مثل هذا التغيير الذي بدأه الربيع العربي كنا نفترض أن الشعوب إذا ملكت حريتها فإنها قادرة على أن تنتخب من يحكمها بحرية وأن تبدأ جولة جديدة من حياتها لكن الحقيقة ما حدث في مصر وما حدث معكم هنا أثبت أن الشعوب غير قادرة على أن تنتخب من تريد وتثبت من تريد في الحكم الرئيس محمد مرسي الآن وراء القطبان رغم أنه انتخب انتخابا حرا وأنتم هنا في تونس رغم أنكم انتخبتم أقصد حركة النهضة انتخبت انتخابا حرا وفازت بأغلبية إلا أنها آثرت في النهاية أن تترك الحكومة فيما اعتبرته مرحلة انتقالية تتطلب تنازلات هل كنا نعي هذه المفارقة بين النظرية والممارسة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا نرحب بك أخي عزاب ترحبا شديدا في تونس الثورة والثورة مستمرة في تونس وخارج تونس نحن ممنونون لقناة الحوار بما بذلته من نصرة لقضية تونسية خلال أيام أو سنوات الجمرة التي مرت بهذه البلاد هذه القناة مناضلة ومجاهدة فلنا امتنان في قلوبنا امتنان كبير لهذه القناة وشكر ودعاء لأهلها الذين قاموا على نصرة المستضعفين ونصرة الثائرين والمظلومين في الوطن العربي وخارج الوطن العربي أنا ممنون لنهض لك شخصيا بجهدك في مناصرتنا خلال المحنة فأنت من الطلب الأكاديميين القليلين الذين تجروا في قمة المحنة في بداية التسعينات على أن تنتصر للقضية التونسية وللنهضة في الأكاديمية البريطانية إذ اخترت من بين كل الموضوعات أن تكون النهضة موضوع أطروحتك وشخص غنوشي كاديمقراطي موضوع حديثك موضوع بحثك في زمن كان كل شيء يدل على أن قضية تونس وقضية النهضة وقضية الغنوشي يعني طويت صفحتها وإلى الأبد فلنمتنان كبير لجهودك وجهود الأخوة الفلسطينيين في نصرة القضية التونسية قضيتكم قضيتنا نعم ومقالاتك وكتابك الذي طبع مرات في هذا الشان كان له دور كبير في التعريب بفكر النهضة وفكر الغنوشي في الأوساط الغربية وفي الأكاديمية الغربية فالشكر عظيم لك أما عن الثورة الثورات هل تمكنت من أن توصل للسلطة من اخترتهم وهل تمكنت الشعوب من استبقاء من رشحتهم في السلطة هذا الأمر خاضع لموازين القوة فكرة موازين القوة فكرة ليست عميقة وليست واسعة في الأوساط الإسلامية في الغالب نفكر بحسب منطق عمر بالخطاب رضي الله عنه يوم الحديبية عندما نظر إلى المشهد فرأى يعني عدم توازن يعني نظر المشهد فقال كيف نعطي الدنيا في ديننا أليس يا رسول الله على الحق أليسنا على الحق قالوا نعم أليس على الباطل قال نعم قال إذن لماذا نعطي الدنيا في ديننا فعمر كرجل ممتلون حماسا لم يرى في ميزان القوة إلا عنصرين رأى أنه نحن على الحق وهم على الباطل ميزان القوة عقد من هذا يعني فلا يكفي أن نكون نحن على الحق وهم على الباطل حتى ننتصر ولا ينبغي لخطتنا أن تنضبط فقط بهذين المبدئين أننا خصوما على الباطل ونحن على الحق طبعا على أهميتهما على أهميتهما ينبغي أن نكون مستيقنين ومتأكدين أننا على الحق ومتأكدين أننا خصوما على الباطل ولكن هذا لا ينبغي أن يؤثر في خطتنا هل نهجم أم نفاوض هل نتنازل هل نتقدم نتأخر هذا لا يؤثر فيه كوننا على الحق وخصومنا على الباطل فهذا الذي نكتشفه الآن من خلال الممارسة أن معادلة التغيير أعقد من أن تنحصر في عنصرين أن خصومنا على الباطل ونحن على الحق وأعقد أصلا من أن تكون عندنا أغلبية النس الأغلبية والأقلية أيضا عنصر مهم في المعادلة السياسية ولكن لا يكفي أن تكون عندك أغلبية حتى تحكم وحتى تصمد في الحكم لا يكفي هذا لأن معادلة الحكم أعقد من أن تنضبط بالكم الأقلية والأغلبي هذا عنصر مهم ولكن هناك أنصر أخرى المعادلة أعقد من هذا يدخل فيها ماذا عندك في موازين القوة الأخرى ميزان القوة متعدد الأبعاد الكم جزء منه لكن ماذا عندك في الإعلام هل الإعلام معك ولا ليس معك هل الإدارة معك أم ضدك هل القوة الناعمة الأخرى الفنون والأداب والنخبة المثقفة معك أم لا ضدك هل القوة الصلبة الجيش والشرطة معك أم لا ضدك هل الوضع الاقتصادي معك أم لا ضدك هل الوضع الدولي والإقليمي معك أم ضدك هذه كلها إذا إذن المعادلة معقدة جدا وفي كثير من الأحيان نبسط الأمور ونقول لسنا على الحق ليس على الباطل أو أنه نحن الشعوب معنا يا أخي ولكن الشعوب هذه الشعوب هي جزء من المعادلة وليست كل المعادلة فمن هنا تأتي الأخطاء ومن هنا نكتشف بالممارسة أن الواقع أكثر تعقيدا مما تصورنا وأن الله سبحانه وتعالى إنما كلفنا بحسب طاقتنا وليس أكثر من ذلك التشريع كله نزل بحسب الطاقة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه اجعل سطور كثيرة تحت يستطع هذا هو ميزان القوة والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فكل شيء بميزان فإذا لم نحسن الوزن ربنا أمرنا بأنه أن المبادئ إنما تتنزل في وعاء الوسع في وعاء في بحسب طاقتنا الشراء لا تتنزل هكذا وإنما تتنزل بحسب ما يطيق الواقع ما تطيق النفوس ولذلك كان هناك تدرج في التشريع نزل القرآن منجما وطبق منجما أيضا ومن الغفلة بمكانة نتصور مدام القرآن والآن جاهز كله قد نزل ولذلك كله مطلوبا يطبق دفعة واحدة هذا جهل بطبايع الأمور وبميزان القوة شرائع القرآن قيم الإسلام إنما تتنزل بحسب ما يطيق واقع الناس ولذلك جاءت جاءت الشريعة فيها الرخصة والعزيمة وفيها الظورات تبيح المحضورات وفيها المشقة تجلب التيسير وفيها رفع الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا كله لا يحسبه ميزان القوة لا يحسبه الفقه الفقه عندما تكيف له المسألة يعطيك الحكم ولكن أنت مسؤول على تكيف هذا الواقع أي على وضع المعادلة مع معادلة من موازين القوة بكل أبعادها الشعبية والدولية والإقليمية الاقتصادية والأخلاقية والثقافية إلى آخر ذلك إذن إذا الحركة الإسلامية تقدمت في فطرة ووجدت أن ميزان القوة لا يسمح لها بالتقدم بل يفرض عليه أن تتأخر فالواجب الشرع أن تتأخر يومئذن لأنها عندما لا تتأخر تكون قد كلفت الناس بما لا يطيقون وهذا ما منوع إذن أنتم كانت تقديركم أن ميزان القوة لم يكن ليسمح لكم بالاستمرار أين هل هذا حصل عليه توافق في داخل الحركة أم أنه أحدث نوعا من البلبلة يعني نحن دخلنا في دخلنا الحكم والربيع العربي في حالة مد في ليبيا وفي مصر وسوريا وفي حالة مد دخلنا للحكم في 23 أكتوبر 2011 يعني في تلك السنة تحققت خمس ثورات انتصلت خمس ثورات بحيث كان الربيع العربي في حالة مد لكن سنة 13 لم يبقى الأمر كذلك في سنة بدأت الثورات المضادة بدأ النظام القديم الذي أخذ على غراء والذي صدم والذي اضطر إلى أن ينكمش ويتراجع بدأ يستعيد أنفاسه ويشغل آلياته في الإعلام وآلياته في الإدارة وفي الاقتصاد وفي القضاء وفي النطاق الدولي ورأينا في 30 جون 30 جون 2013 رأينا انقلابا في مصر بعض يسميه ثورة وبعض يسميه انقلاب على كل حال الجيش كان له دور كبير فيه هذا كان لابد أن يؤثر في تونس كان هذا المصر ليست أي بلد هي البلد المركزي كان لابد أن يؤثر لذلك ارتفعت مطالب المعارضة هنا حتى نادت بإلغاء نتائج انتخابات 23 أكتوبر أصلا تحمسوا لما وجدوا في مصر أي وتكونت أصلا جبهة اسمها جبهة الإنقام يعني حملت نفس الإسم وتكونت حركة تمرد وتكون ميدان يشبه ميدان التحرير ولو كان صغيرا وشل البرلمان تعطل البرلمان والبلد كله يعني كان في حالة فوران وفي حالة انتفاض كان لابد عندئذ تقدمت أربع منظمات من منظمات المجتمع المدني بخارطة الطريق بخطة صلحية خلاصتها أن التروليكة الحاكمة تنسحب من السلطة وتترك مكانها لحكومات محايدة نتوافق عليها ويعود المنسحبون من البرلمان يعودون إلى مواقعهم ليسنوا دستورا ليواصلوا سنة دستور ويواصلوا الإعداد للعملية الانتخابية نحن قبلنا هذا على مضب نحن قبلنا لأن البديل عن ذلك كان هو انهيار التجربة يعني رغم شعوركم بالغبن رغم شعورنا بالغبن لا شك نحن حركة منتخبة ونادرا ما يحصل هذا في التاريخ أن حزبا منتخبا يترك السلطة ليس لأنه خسر الانتخابات ولا لأن ثورة قامت عليه ولا حصل انقلاب وإنما لمجرد تقديره للمصلحة الوطنية تقديره لمصلحة تواصل التجربة الديمقراطية في البلد تقديره لميزان القوة الجديد في البلد وفي الإقليم فكان البديل تقديرنا أن البديل كان عن انسحابنا من السلطة والبديل عن ذلك وانهيار التجربة وبالنسبة لنا بقاء التجربة أهم من بقاء حزبنا في الحكم لأنه إذا استمرت التجربة الديمقراطية فستكون لنا فرصة للعودة ولكن إذا انهارت التجربة فلن تكون هناك فرصة وسيغرق البلد في أتون من الفتن وفي بحر من الدماء ولذلك أخذنا بالحكمة أن تتأخر خطوة لتعدى نفسك لتتقدم خطوات في المستقبل يعني رأينا أننا في هذا المصلحة والحكمة والآن بعد مرور فترة على خروجكم من الحكومة هل تشعر بثقة بأن الخطوة تؤتي أقولها؟ الآن الجميع تقريبا سواء داخل الحركة داخل الحركة لم يكن الأمر سهل حركة ناضلت 40 سنة ثم أخذت الحكم باستحقاق دخلت الحكم من بابه الكبير بالانتخابات الديمقراطية أن تترك ذلك دون انتخابات لم يكن ذلك سهل ولكن اليوم القناعة بهذا الخيار متسعة داخل الحركة لا شك حولها ما يشبه الإجماع وفي البلاد هذه الخطوة الآن تصف بالحكمة البعض يصفها بالدهاء السياسي ولكن الموصف الغالب لهذه الخطوة أنها كانت خطوة حكيمة واستطلاعات الرأي رفعت من مكانة الحركة الحركة ينظر إليها اليوم على أنها ضحت من أجل الديمقراطية ومن أجل المصلحة الوطنية وأنها جنبت البلاد كارثة ينظر الحركة على أنها أنقذت تونس من محرقة ومن كارثة كانت ستحل بها ولذلك صورة الحركة اليوم صورة تحسنت كثيرا مما كانت عليه سنة الثلوطاش حيث أرادت المعارضة أن تلصق بالحركة صفات الإرهاب وصفات العنف والاغتيال ولكن اليوم الصفة التي تلتصق بالحركة عندما تذكر النهضة اليوم تتبادر لذينك صفات الحركة العاقلة المعتدلة الذكية التي تراعي المصلحة العامة وتسبقها للمصلحة الخاصة هذا هو الانطباع الذي تتركه النهضة اليوم في معظم أذهان التونسيين وغير التونسيين يعني بمعنى آخر لو لم تتراجعوا وتتنازلوا وتقدموا هذه التضحيات كنتم تخشون أن يتكرر سيناريو مصر هنا في تونس لا شك أن الذي يقدر من الناحية النظري الذي يقدر على الكبير يقدر على الصغير الذين قدروا على مصر لماذا لا يقدرون على تونس ولذلك نحن جنبنا البلد موجة كانت تكتسح المنطقة كلها جنبنا تونس نفس المصير الذي غرق فيه الربيع العربي حتى الآن طب ما هي الضمانات هل فيه ضمانات بأن هذه النخب التي فرضت عليكم مثل هذا الخيار لن تعرقل استعادة المسار الديمقراطي يعني احنا استضفنا قبل أسابيع في لندن جون كين وهو يقرئك السلام وألقى محاضرة ممتازة حقيقة عن طوائع الاستبداد في القرن الحادي والعشرين وكان من أوجه الاستبداد استبداد النخب هذه النخب التي تدخلت بهذا الشكل هل هناك ضمانة أنها لن تعرقل استعناف المسار الديمقراطي؟ لو ملكت لو جاءتها الفرصة لا يستبعد أنها تعرقل وحتى الآن لا تزال هذه النخبة وقطاع منها لا يزال يعرقل لا يزال يثير المشاكل ويحاول أن يسخن الجو من جديد مستغلا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة يصعد حركة الإضرابات يحاول أن يرمي النهضة بأنها هي المسؤولة عن الإرهاب والعمليات الاهرابية وأن صوتها لم يكن عاليا بل كانت متواطعة مع الإرهاب يعني عبض أن نجمع الصف الوطني في مواجهة الإرهاب نبحث اليوم أن نرمي مسؤولية الإرهاب عن هذا الطرف أو عن ذاك الطرف بحيث المحاولات محاولات الثورة المضادة وكل ثورة لها ثورة مضادة تحاول أن تلحق تونس بقوس الاضطرابات في الربيع العربي ولكن الجو العام كما تلحظ أخي عزام كما الجو العام هادي في البلاد والبلاد متجهة قدما نحو الانتخابات قبل نهاية هذه السنة إن شاء الله فقد توفر لها دستور ودستور حصل حول إجماع واسع يعني أكثر من 94% من الأصوات من أعضاء البرنامج ومن صوتوا عليه بحيث حولوا إجماع وعندنا هيئة انتخابية مستقلة أيضا انتخابها البرلمان جاهزة وعندنا قانون انتخابي جاهز وحكومة محايدة لتشرف عن هذا بحيث عندنا المقاومات الضرورية للاتجاه بالبلاد نحو الانتخابات وبالتالي مثلا ما شوجه للانتكاس وللتراجع وللانقلاب لأنه لا توجد أزمة في البلاد هناك مشكلات اقتصادية عادية توجد حتى في البلدان أوروبية توجد أزمة أكبر منها أنا كنت في إسبانيا منذ أسبوع ففجئت بأن نسبة البطالة في إسبانيا اللي هي دولة أوروبية كبرى نسبة البطالة 25% بينما نسبة البطالة عندنا 15% قلت لهم والله نحن كنا ضمن هزمتنا فوقها لأزمات ولكن هي عادية إسبانيا دولة تمر على حفة الإفلاس الآن وإيطاليا إذن شهور نحن أمامنا شهور فقط لكي تجرى هذه الانتخابات معناته أنت مكينة حركة النهضة الآن تستعد لهذا الحدث كل المكينات تستعد هل ستكون الانتخابات الرئاسية أولا أم التشريعية؟ هذه هي هذه المسألة الوحيدة المتبقية أمام تحديد موعد الانتخابات بالضبط وهي السياسة الانتخابية الأحزاب لا تزال مختلفة بين أحزاب تسبق الانتخابات التشريعية وأخرى رئاسية وأخرى تدعو إلى التزامن بينهما وأحسب أن هذه المسألة يمكن في اجتماع يوم الاثنين أو بكرة اجتماع بكرة اجتماع الحوار الوطني يمكن أن يحسنها غدا إن شاء الله يعني عندما تعرض هذه الحلقة يكون قد حسم الأمر يكون قد حسم الأمر إن شاء الله أنتم إلى ماذا تميلون؟ والله نحن نميل إلى التزامن باعتباره أيسر أقل نفق وذلك ندعو الناخبين ثلاث مرات ندعوهم مرتين مرة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمرة الثانية إذا كان فيه دورة أخرى لانتخابات الرئاسية وربما تحسن منذ البداية فنكون دعونا للناخبين مرة ثلاثة ينحبون للاختراع مرة واحدة مرة واحدة يعني فلماذا الدعوة ثلاث مرات فيها نفق مالية زيادة وفيها تكاليف أمنية زيادة وأيضا عندما ينتخب الرئيس عندما ننتخب الرئيس سيظل ينتظر حتى يأتي المجلس الجديد حتى يعين الحكومة يعني لأن الرئيس هذا سيظل لا يمارس سلطته لأنه لابد أن يؤدي اليمين أمام المجلس والمجلس الذي سيؤدي اليمين أمامه المجلس الجديد بينما عندما نبدأ بالانتخابات التشريعية وعندنا نحن مقابلين لهذا الخيار أيضا يكون بدانا البداية الصحيحة بدانا بالسلطة المؤسسة لهذا المجلس وينتخب الرئيس بعد ذلك ويجد المجلس جاهز ليؤدي اليمين أمامه أنتم في انتخابات الرئاسة السابقة لم ترشحوا أحدا منكم هل ستنهجون نفس النهج أم ربما يترشح أحد من حركة النهضة في الغالب لن يترشح أحده من حركة النهضة في الغالب هذا الأمر لم يتقرر بعد ولكن النهضة مستيقنة بأن المرحلة الانتقالية القادمة أيضا لا نزالوا في مرحلة انتقالية هذه المرحلة الانتقالية تحتاج إلى مش ديمقراطية الأغلبية والأقلية وإنما ديمقراطية التوافق نحتاج إلى حكومة وحدة وطنية إلى أن تتوزع المناصب العليا رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة والمجلس على أكثر من حزب ولا يحتكرها حزب واحد حتى ولو بالانتخاب لأنه نحن جربنا المرحلة الماضية أحسن ما أنجزنا في المرحلة الماضية هو الترويك فكرة الحكم الاتلافي بين حزب إسلامي وحزبين علمانيين ومع ذلك في الطريق اضطربت الأمور وتبيننا أنه لو وسعنا قاعدة الحكم أكثر لكان أفضل لو لم تكن ترويك لم يكن حكم ثلاثي وأن ما كان خمسة ستة أحزاب لكان أفضل لأنه في الديمقراطية العادية المستقرة واحد وخمسين تكفيك لتحكم لكن في الديمقراطية الانتقالية لا يكفي ذلك بل تحتاج إلى ثمانين تسعين بالمئة من الأصوات تستند إليها قاعدة الحكم وإن كان كلما زاد عدد الأحزاب المشاركة كلما تعقدت الأوضاع وتضعف قدرة الحكومة على تسيير الأمور كلما تعقدت الأوضاع وكذا الحياة لا تقدم لنا الخير الخالص أو الشر الخالص فلابد أن نبذل جهدنا نعم طيب اسمح لي نأخذ فاصل قصير ثم نستأنف الحديث بعده إن شاء الله فاصل قصير ثم نلتقيكم مجددا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا مجددا في هذا الحوار الخاص مع زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي هياك الله شيخ راشد الغنوشي أهلا بكم مرحبا الذي يتابع أخبار تونس من الخارج لا يكاد يسمع من أخبارها إلا قضية ملاحقة الإرهاب وأنه في إرهابيين موسيقوا هنا أو قتلوا هناك أو هجوم حصل هنا ما حقيقة هذا الخطر هل فعلا نحن أمام تحدي إرهابي يواجه تونس أم أن هناك مبالغات هناك إرهاب في تونس لا ينكر ولكن هناك مبالغة وتضخيم المجتمع التونسي المزاج العام فيه مزاج هادي ومعتدل وليس هناك تاريخ للإرهاب في تونس والثورة التونسية كانت ثورة سلمية وحتى استقلال تونس يعني لم يكن فيه حجم هائل من القوة ومن العنف وإنما الذي حصل هو أن تونس تليت في دولة الاستقلال بتطرف حداثي أو باسم الحداثة حداثة مغشوشة في الحقيقة تطرف علماني كان من الطبيعي هذا التطرف وصل إلى حد انتهاك حرمات الإسلام مثل حرمة الصوم الرئيس الدولة رفع الكأس في أولي نهار رمضان وشرب في بداية الستينات وأغلق جامعة زيتونة وكان يمثل مرجعية إسلامية لإفريقيا وينتج تدينا معتدلا وأغلق جامعة زيتونة وصدرت أوقافه وانتهكت حرمات الإسلام وأصبح هناك خطر على هوية البلد أن تتفسخ نشأت حركة إسلامية في السبعينات متأثرة بما هو وارد من أفكار إصلاحية إسلامية خارج البلد لأن البلد لم يعد فيه مرجعية إسلامية ولم تلبث هذه الحركة أن تفاعلت مع البيئة التونسية واعتدلت وفي بداية الثمانينات ونحن الآن نحتفل بالذكرى الثالثة وثلاثين لانبعاث ما يسمى الإسلام السياسي أو حركة التجاه الإسلامي في ستة ستة واحد وثمانين فهذه الحركة اعترفت الأول حركة الإسلامية تعترف بالنظام الديمقراطي كاملا يعني بدون أي استثناء والاحتكام لإرادة الشعب دون تحفظ والتعددية الكاملة وبدلا أن دولة الاستقلال ترحبه بأن هذا الشباب المتحمس أعلن عن إرادة عازمة في أن يعمل في طارق قانون عوض ذلك واجهته بالقوة وكل الذين أعلنوا عن أنفسهم حزبا هم وأتباعهم سيقوا إلى السجون وحكموا عليهم بأحكام ثقيلة وظلت العلاقة منذ واحد وثمانين إلى قيام الثورة يعني علاقة مواجهة بين السلطة وبين الحركة الإسلامية وصلت هذه المواجهة أعلىها في بداية التسعينات حيث سجن أكثر من عشرين ألف من أبناء هذه الحركة وشردوا وظللنا خلال 22 سنة موزعين بين 27 سجن داخل تونس وخمسين دولة في العالم يعني والتقينا في هذه المسيرة قلت خلال هذه 22 سنة الأخيرة كان القصف شديد على الإسلام وعلى كل المقاومات الإسلامية وقربت الدولة كل أشد التيارات علمنة وعداء للفكرة الإسلامية التيارات الماركسية الشديدة هذا أوجد فراخ في الحياة الدينية والطبيعة كما يقال تكره الفراخ وخلال هذه المدة كان ظهرت في العالم الإسلامي حركات عنيفة تتزعمها القاعدة وتيارات أخرى فأصبحت تونس أرضا منخفضة تهب عليها الرياح من الخارج في غياب الحركة الإسلامية المعتدلة نشأت أجيال برد الفعل على التطرف العلماني نشأ تطرف باسم الإسلام متأثرا بالتيارات العنيفة في العالم على أنها هي الصورة الأمثل للإسلام فلما وهذه المجموعات الشبابية التي نشأت في غياب حركة النهضة بدأت تواجه الدولة بحيث حصلت مجموعة من المواجهات قبل الثورة لما جاءت الثورة كان هناك حوالي ثلاث ألاف من هؤلاء الشباب في السجن بطبيعة الحالة الثورة أطلقت أفرغت السجون من كل روادها السياسيين ومنهم هؤلاء وعندئذن هؤلاء انطلقوا بسرعا نحو المساجد سيطروا على كثير من المساجد وأخذوا ينشرون دعوتهم ويواجهون الأوضاع بتطرف بغلو يحاولون أن يغلقوا الخمرات وأن يفرضوا نمطهم للإسلام أن يفرضوه بالقوة على المجتمع وهكذا كان في البداية كنا نحاورهم ونظنوا بأن الحوار يكفي لأن يبصرهم بأن الجهاد ليس هو عنف وأن الجهاد ليس هو طريق لفرض آرائنا ومعتقداتنا على الآخرين للجهاد لسهذا الجهاد ودفاع عن أوطان المسلمين عندما تغزأ أما التونسيون مسلمون ولذلك اللغة الخطاب معهم ينبغي أن لا تتجاوز أدعي لسبيل يا ربك بالحكمة والموايد الحسنة واجدلهم بالتي أحسن لم يلبث الأمر أن تجاوز هذا الحد لتهريب الأسلحة من ليبيا واستعمالها بعد ذلك في اغتيالات أول اغتيال كان في جانبي سنة 13 والاغتيال الثاني كان في جولاي من نفس السنة وهذين الاغتيالين أحدث إرباكا شديدا بل أسقط حكومة النهضة أسقطهم الإرهاب ولذلك الذين يقولون بأن النهضة منتفعة من الإرهاب هي تضررت يعني هي أكبر من تضرر لأن النهضة قائمة على فكرة الإسلام وهؤلاء شوهوا صورة الإسلام وربطوا بالعنف وثانيا ارتكبوا قاموا باغتيالات قوضت السلم في البلد وانتهى الأمر إلى حالة شديدة من الفوضى لم يمكن إنقاذها إلا بانسحاب النهضة من السلطة ولذلك النهضة هم أسقطوا حكومتي النهضة في الحقيقة وشوهوا صورة الإسلام في البلد وخارج البلد ولولا انسحابنا لكانت كارثة إذن هذا التيار حكومة النهضة الثانية إذن في الأول قبل أن يسفروا عن وجههم الحقيقي ويستخدموا الأسلحة دعونا إلى الحوار معهم ولكن عندما قطعوا خطوة أخرى نحو تهريب السلاح واستخدام وسائل الدولة وهي التي أصبحت تتعامل معهم وسائل الأمن والجيش ومن هنا وقعت ارتكبوا عدة جرائم وأزهقوا أرواحا بريئة سواء مدنية أو من الشرطة أو من الجيش عندها حكومة النهضة لم تجد بدن إلا أن تصنفهم ضمن خانة الإرهاب وفصيل ما يسمى أنصار الثورة وأنصار الشريعة صنف ضمن التيارات الإرهابية باعتبارها جزءا من القاعدة وتم التمييز بين التيارات السلفية المعتدلة وهؤلاء اعترف لهم بأحزاب هناك ثلاثة أحزاب سلفية في تونس تحمل الأفكار السلفية لكنها ترفض العنف وتلتزم بالقانون التمييز بينها وبين تيار أنصار الشريعة الذي يستخدم العنف والذي هو جزء من القاعدة وهذا ترك لأجهزة الأمن وأجهزة الجيش والقضاء تتعامل معه نحن لا نزال نعتبر أن الحوار هو الأداة التي يملكها المجتمع المدني الإعلام والأحزاب والجمعيات ينبغي أن تحاور الناس حتى في السجون حتى المجرمين ينبغي أن نتحاور معهم في إطار المجتمع المدني الدولة لها وسائلها من تجاوز القانون الدولة مسؤولة على تطبيق القانون على الجميع ولذلك لا يتناقض الحوار معه ولا يتناقض مع تطبيق القانون عليهم عندما يتجاوزونه هل يمكن أن تكون التعامل الأمني مع هذه الظاهرة بغض النظر عن تقييمنا لهذا التعامل هو الذي أدى بكثير منهم إلى أن يخرجوا خارج البلد وسمعنا أن في سوريا مثلا أعداد كبيرة من التوانسة هؤلاء حتى عندما كانوا ينشطون نشاطا حرا في المساجد كانوا يستقطبون الناس يستقطبون الشباب وينظمونهم ويدفعونهم نحو سوريا ونحو ساحات القتال في العراق وفي الصومال وفي ليبيا فهذا تنظيم متجاوز للحدود لا أعترف بالحدود أصلا بحيث تونس هذه أو الجزائر يعني ليست شيئا فهم تنظيم فوق قطري ويعمل على المستوى العالمي ويضرب حيثما وجد الفرصة وحيثما جاءت التعليمات على ذكر قصة الإرهاب موضوع قرار المملكة العربية السعودية وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب وتؤيدها في ذلك بعض الدول الأخرى ربما مثل الإمارات كون حركة النهضة ينظر إليها على أنها على الأقل تنتمي إلى المدرسة الإخوانية من حيث الفكرة هل نالكم ضرر بسبب هذا الموقف؟ لم ينقلنا ضرر مباشر ولكن نحن واسفنا لهذا القرار باعتباري أنه الدولة التي تحمل الشريعة أساسا لها من الغريب أن تصنف أكبر حركة إسلامية معاصرة تضعها في خانة الإرهاب بينما الإرهاب في الحقيقة هو التعصب الديني المفضل إذا أفضى إلى العنف إذا أفضى بحيث أن تعتقد أنك وحدك على الحق أنك وحدك الذي تفهم الإسلام ليس للإسلام فهم غير فهمك وأن تعطي لنفسك الحق في أن تفرضه بالقوة على الناس هذا ما نراه الإرهاب يعني الاعتداء على الأبرياء التسلط على الناس باسم الدين وفرض رأي معين ونمط حياة معين على الناس بالإكراه والحركة الإسلامية الوسطية المعتدلة والإخوانه جزء أساسي في هذا التيار الديني الوسطي يرفض العنف يرفض العنف يرفض الدعاء احتكار النطق باسم الإسلام فالإخوان والجماعات المعتدلة كل واحد من يقول نحن من جماعة المسلمين ولسنا جماعة المسلمين وأنه مجزء من جماعة المسلمين لأنه اجتهادات للآخرين أن يأخذوا بها والآخرين أن يرفضوها وليس من حق أن نفرضها على الناس بالقوة وإنما التيار الوسطي يؤمن بالعمل في إطار القانون والاعتدال ويحتكم لصناديق الاقتراع إذن وصف الإخوان والجماعات المماثلة لهم بالإرهاب ما أظن أنه ليس بالتأكيد موقفا عادلا ونتوقع أن المملكة وأمثالها يتراجعون عن هذا الموقف لأن المسلمين أمة واحدة إنما المؤمنون إخوة ودم المسلم مصان دم المسلم وعرضه حرام بحيث نحن المسلمين مدعونا إلى أن نحفظ عرض الناس ونحفظ أرواحهم وأموالهم ودماهم مرته حرام هنا على ذكر هذا الأمر أظن قد جاءنا هنا في تونس مبعوث سفير المملكة المتحدة في السعودية المملكة العربية السعودية المكلف بتقرير كاميرون نعم المكلف بتقرير كاميرون وهو تقرير الذي يريد أن يبحث الإخوان المسلمين بسبب التهم الموجهة إليهم على أنهم حركة إرهابية نعم يبدو أنه اتصل بكثير من الحركات الإسلامية إما أخوانية وتشبه الإخوان وسألهم يعني وأجر حوارا معهم فأجر حوارا لطيفا معنا وتبين أن الرجل مستوعب للحضارة الإسلامية وللأوضاع العربية ومدرك للتفاصيل يتحدث العربية جيدا كان الحديث معه مثمرا وكان متفاهما ونظرا لأنه يعمل سفيرا لدى المملكة العربية السعودية استنتج البعض بأنه إنما اختير لهذه المهمة حتى يكون منحازا ضد الإخوان افتراضا على بسبب فرضية أن السعودية هي التي ضغطت على بريطانيا هي والإمارات لكي تصنف الإخوان ضمن قائمة الحركات الإرهابية أنت تقول بأنك لم تجده بهذا الشكل؟ لا لم أجده لم يكن هو في جلسة التحقيق ولسنا نرضى لأنفسنا أن يحقق معنا لسنا متهمين نحن ولكن كان حوارا في الحقيقة حول الإسلام وحول الثورات الربيع العربي وحول أوضاع المنطقة وليس عن الإخوان أنفسهم؟ ليس عن الإخوان نفسهم عجيب يعني ما سألك ما رأيك في الإخوان أو ما تزواتك مع الإخوان؟ لا 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 لم يسلم هذا السؤال ما رأيك في الإخوان أو ما علاقتك بالإخوان؟ لم يسaa شيء من هذا الهم ولم تكن جلسة تحقيق أو لأنه ربما افترض أنك من ضمن الإطار الإخواني؟ ولا نقبل لأنفسنا أن يحقق معنا كان حوارا طبعه فكري في الحقيقة أكثر من طبع تحقيق وبحث قبل قليل قلت بأنك تتوقع أن تتراجع المملكة العربية السعودية تتوقع بمعنى تأمل ولا تتوقع بمعنى أن هناك مؤشرات على أنهم يتراجعون أمل ذلك لأن هذا هو العدل نرجع إلى موضوع الجماعات المتهمة بالإرهاب هنا في تونس والتي ذكرت وشرحت كيف كانت قصتها ألا يوجد لهم رموز أو رؤوس يمكن التواصل معهم لإعادة فتح باب الحوار لأن المنهج الأمني وحده لن يجدي نفعا نعم نعم المنهج الأمني لا يجدي وحده نفعا مهمة الأمن ليست مهمة فكرية مهمة الأمن والقضاء تطبيق القانون تطبيقه على من يخالفه أما مهمة الأفكار والقيم والثقافة هذه مهمة المفكرين ورجال الإعلام وعلماء الإسلام والدعاة فهذه مهمتهم يعني ينبغي أن لا يكتفوا بعمل القاضي وعمل الشرطي في التعامل مع الإرهاب الإرهاب منظومة كاملة وهي تقوم على فكر قبل كل شيء تقوم على فكر واعتقاد فهم للإسلام ينبغي مناقشته وبيان حقيقته أنه لا يمت للإسلام وأنه هو ضرب من ضروب الغلو التي عرفها تاريخ الإسلام بدءا بحركة الخوارج فإيكال هذا الملف الضخم والحساس إيكال إلى رجال الأمن يعني هو في الحقيقة ظلم للمجتمع لأن هذا الموضوع يمثل تهديدا تهديدا للمجتمع وتهديدا للدين نفسه فإن بغير لرجال الإسلام والعلماء والدعاة والمفكرين والعالمين أن يفتحوا هذا الملف وأن يشرحوا ما في هذه المنظومة الفكرية ما فيها من خوروا ما فيها من أخطاء حتى لا يقع في هذه المصيدة جيل جديد من الشباب الذي لم يتمكن من التفقف في الدين مثلا ملاحظة أنه هناك دراسة أجريت حول بضعة مئات أظن سبعمائة من المنتسبين لهذا التيار هنا في تونس؟ لا لا في واحدة من البلدان الأوروبية وتبين أنه ليس من بين سبعمائة من المنتسبين لهذه الجامعات منوى خريج لكلية من الكليات الشرعية من كلية الشريعة لا من الأزهر ولا من الكليات جامعة محمد بن سعود ولا غيرها يعني ولا القراويين ولا الزيتون وأيضا ليسوا خريجي علوم سنية هؤلاء تقنيون إما لما عندهم مش مستويات ثقافية أو هم خرجوا كليات تقنية يعني إما هنسى وإلا طب ومثال ذلك بالذين كان مهندسا الظواهري طبيب لا تجد عالم العلماء الشريعة في هؤلاء لأن هؤلاء ينميتون هذا الفكر يصب الناس في قلب واحد أبيض وأسود إيمان وكفر حق وباطل خير وشر وانتهى وانتهى بينما علوم الشريعة علوم الشريعة تبرز أوجها أن الحقيقة الواحدة لها أوجه كثيرة هناك مذاهب واجتهادات وآراء مختلفة وهناك في الدين فسحة هذه المذاهب لا تجعل في الدين فسحة هذا ماش مذاهب أصلا تنكر وجود مذاهب إسلامية واجتهادات إسلامية تنكر التعددية بأن نوعها لأنك مجل أن تسيطر على حد وتدفعه إلى الموت بسويلة لابد أن تقولبه وتجعله كأنه أمام طريق واحد وأن ما هو عليه هو الحق وحده ولا سواه وأنه إذا مات وأن هذا الحق يستاهل أن يضحي من أجله وأنه سيدخل الجنة من وراء ذلك ويسفه الأفكار الأخرى والإجتهادات الأخرى وبالتالي كليات الشريعة لا يمكن أن يتخرج من هؤلاء لأنه كليات الشريعة تعطي رؤية تعطي منظور إسلامي واسع تعطي الحقيقة من أوجه كثيرة أي أن هناك جرعة من النسبية في التفكير الشرعي في الاجتهادات وفي مدرسة الفقه هؤلاء لا ينتمون المدرسة الفقه وبالتالي فهم ضحايا فكر تنميتي فهم ضحايا المدارس التي تخرجوا منها أي مدارس تقنية ليس فيها سعى للنظر وإنما فيها الحقائق واحد مع واحد وسوي اثنين يعني حقائق بالطابع التقني وهكذا الإسلام يحول إلى هندسة ليس فيه خطوط متعرجة ولا انحناءات وإنما فيه أسود وبيض وهو الأبيض والآخر سواد الآن فيما تبقى لي من دقائق معدودة أود أن أسألك عن جواركم الآن ليبيا بالجوار تتعرض لمخاض عسير وهناك تخوف من أن هناك ثورة مضادة قد تتمكن من الإطاحة بما جاءت به الثورة الليبية هل تشعرون بقلق تجاه ذلك وهل يمكن أن يؤثر عليكم هنا في تونس نشعر بقلق نعم شديد تجاه جوارنا الجوار كلا زال أبو هرير قل لا زال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى خلت أنه سيورثه فهذا من الناحية الدينية ومن الناحية السياسية والاجتماعية الترابط شديد بين ليبيا وبين تونس وتداخل للأسر والعائلات وتداخل تشابك في المصالح الاقتصادية ولذلك ما يحدث في ليبيا يؤثر في تونس وأمننا جزء من أمن ليبيا ومن ليبيا جزء من أمننا ولذلك نحن قلقون ولكن لا نتصور بأن الأوضاع الليبية تشابه الأوضاع التونسية فثورتنا لم يكن فيها عنف بينما ثورت ليبيا كان فيها عنف وهذا جرى إلى أن تتكون جماعات مسلحة والسلاح لا يبقى حكرا عند الدولة وإنما يتوزع بين جماعات كثيرة فضلا على أن الثورة التونسية غيرت النظام وأبقت على الدولة بينما في ليبيا الثورة أطاحت بكل يعني لم تبقى هناك دولة فكانت مهمة الثورة أن تؤسس مجددا الدولة للإدارة وهذا يجعل الأمر أكثر تعقيدا وصعوبا يعني البناء في ليبيا أكثر تعقيد مما هو في تونس المجتمع التونسي مجتمع أيضا متماسك فلا نتصور بأن محاولات الإرهاب ستهز الأوضاع في تونس الإرهاب عملية هامشية في تونس يستنكرها المجتمع التونسي وليس عندها مستقبل بينما الأمر في ليبيا يحتاج إلى جهود أكبر ستنتصر ليبيا على الإرهاب إن شاء الله ولكن بجهود أكبر وتضحيات أكبر إن شاء الله نأمل ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ تونس ويحفظ ليبيا ويحفظكم وأنا شاكر جدا على هذه الفرصة بيتكم دائما عامر إن شاء الله أهلا بكم شكرا لكم على هذه المتابعة ونأمل أن نلقاكم في حوار خاص آخر في المستقبل القريب إن شاء الله اشتركوا في القناة